أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوى أنه لا توجد أي تعهدات من أي طرف لضمان أمن وسلامة التواقم الطبية والأطفال خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المقرر لها أن تبدأ يوم غد الأحد في غزة وأكد أن الهدنة الإنسانية والتطعيم في مناطق محددة لا تكفي لمواجهة شلل الأطفال وغيرها من الأوباء وأشار إلى أن أطفال غزة يعانون من المجاعة والعطش وحالة بيئية صعبة للغاية مما يزيد من انتشار الأمراض والأوباء فضلا على الارتفاع المستمر لأعداد الأطفال الذين يستشدون جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع